موسيقى مشاهدين الكناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وأوقاتكم بكل خير وما زلنا معكم نتابع اليوم الأخير لتصويت المصريين بالخارج على التعديلات الدستورية والتي تنتهي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم حسب التوقيت المحلي لكل دولة عمليات تصويت المصريين في الخارج بالاستفتاء على الدستور الجديد كان المصريون بالخارج قد بدأوا التصويت يوم الأربعاء الماضي وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن عدد من أدلوا بأصواتهم منذ بدء التصويت وحتى الآن بلغ نحو 64 ألف مصرية بالخارج ويبلغ إجمال عدد المصريين بالخارج الذين يحق لهم التصويت ما يقرب من 681 ألف في ما يقرب من 161 دولة ومن المقرر أن تبدأ عمليات فرز الأصوات مباشرة فور انتهاء التصويت داخل السفارات والخنصليات على أن تقوم كل لجنة فرعية انتهت عملية الفرز فيها على الفور بإبلاغ النتيجة لللجنة العامة المشكلة بمقر وزارة الخارجية تمهيدا لتجميعها وإبلاغها لللجنة العليا للانتخابات لإعلانها مع النتائج النهائية لاستفتاء في الداخل حول آخر مستجدات المشهر الانتخابي في السفارات المصرية بالخارج يسعدنا أن يكون معنا في استوديو الجزيرة مباشر مصر الأستاذ أحمد حسن الشرقاوي مؤسس حركة صحفيون ضد الانقلاب أهلا بك معنا أهلا بك ومعي عبر الهاتف من المملكة العربية السعودية السيد لطفي عبداللطيف وهو إعلامي مصري أهلا بك معي سيد لطفي أهلا وسهلا نعم ومعي أيضا من تركيا عبر الهاتف السيد عادل راشد وعضو مجلس الشعب السابق أهلا بك معنا سيد عادل سيد عادل أبدأ بك كيف كان اليوم الأخير لتصويت المصريين على تعديلات دستور 2012 كيف تبعت عملية التصويت بشكل عام وهي الآن في ساعاتها الأخيرة بالنسبة لتركيا سيد عادل بسم الله الرحمن الرحيم تحية لحضرتك والسادة المشهدين والشعب المصري العظيم البطل الصاري صامد أهلا أستاذ أحمد أنا قبل أن أتحدث عن الأعداد التي جاءت للسفتاء على الدستور في الجمهورية التركية دعني حضرتك أقارن واثيقتين سور 2012 حضرتك كنت يمكن في مصر أيامها صحيح حضرتك كنت في التابع والوثيقة المطروحة الآن للسفتاء سور 2012 اللي قامت بسياغة لجنة منتخبة لجنة المائة من مجلسين منتخبين من جموع الشعب المصري وعي فيها التنوى والتواصل وفيق المطروحة المشؤومة الآن تضيطها لجنة الخمسين نعم معينة من رئيس معين ثم رئيس المؤقت كيف يتسنى للمؤقت أن يصدر الدستور الدائم عندنا دستورة 2012 ربستر أحمد قامت اللجنة في زيادة الجامعات ونودي عضائه التدريس ونقاوات المهنية وكافة مؤسسات المجتمع المدني وذهبت المصريين في الخارج وصيق المطلوحة الآن لم يأخذ رأي أي أحد بخصوصها دستورة 2012 ظلت اللجنة في إعداده وصيغته ستة شهور تاملة ومع ذلك كانوا بيقولوا عليه دستور مسلوق طب أبو شهريني بدستور محروق دستورة 2012 كان حضرتك كنت بتابع كانت تزاع جلسات اللجنة واللجان الفرايض منبطقة عنها على الهواء مباشرة يشاهد الشعب ويشارك أعلم ماذا يحدث في أهم أمر ينفس حياة فلم يكن عند اللجنة ما تخفيه ومع ذلك قيلة لقد أخذ الدستور بليل والناس نائمون وصيق المشؤوم المطلوحة الآن لم تزع جلساته لجلناتها الموقرة لا على الهواء ولا على الماء قد يسأل سائله من حقي أن يسأل لماذا لماذا لم يجيع جلساته طيب سيد الفاضل عفوا يعني أقل من دقيقة دستورة 2012 في ظل حكم الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور مرسي كان مسموحا لجميع وسائل الإعلام بمناقشته والاعتراض عليه بل تخصصت مجموعة من القنوات والصحف بتجشيل حملة لا للدستور لم يعتقل أحد بصورة 2012 تم تسليمه من اللجنة إلى الرئيس على الهواء مباشرة قام الرئيس مرسي بإصداره كما هو تم هذه الوصفة المشؤوم رغم كل ما حدث فيها ومع ذلك لم تسلم من التزوير كما قال الدكتور محمد أبو الغار أحد براء هذه اللجنة الاستفتاء على بصورة 2012 أشبع بعرس ديمقراطي قال فيه الشعب المصر العظيم كلمته كانت النتيجة كما تعلمها أعلم أستاذ المشاهدين 64% النتيجة كتبت بمداد الحب والشفافية والتوافق من هذه الوصفة المشؤومة فكتبت بدماء المصريين وجراحتهم وجاءت على فوهات المدافع وعلى أجساد الضحايا وأشراء الضحايا الاستفتاء على الوصفة المشؤومة الآن يريدون أن يقفوا الشرعية على الانقلاب وأنا أقول إذا كان الدكتور الذي أقره الشعب المصري لم يحمل رئيس الشرعي من الانقلاب عليه فهل يمكن بهذه الوصفة المشؤومة هل تمكن قادة الانقلاب من السيطرة على مقاليد الأمور الشعوب لا تستم بالحديد والنار ولا تحمل أوراق الحكام والعديد أنا أعتقد أنني سمعتك فيما تحدثت أنا معك فيما يخص كنا سنتحدث عن فكرة الفارق بين الاستفتاءين أو بين هذه الوصيقة ودستور 2012 وأعتقد أن حضرتك بدأت بالإجابة على هذا السؤال لكن ماذا عن تركيا حدثني عنها وعن الأيام السابقة فيما يخص تصويت المصريين هناك أنا أقول في تنظر حضرتك أن مهندس الانقلاب وفيلسوف النكسة محمح السنين هيك الآن في لابنان بالحرف الواحد في جريدة البديل أن هذا الدستور الآن الوصيقة المشؤومة المطروحة الآن غير توافقي وأنه يكتب له الدوام يعني ده المهندس بتاعهم ومع ذلك أنا عايز أقول أن في تركيا حتى أمس كل الذين حضروا للتصويت في السفارة خمسة عشر شخصا واليوم لم يحضر أحد تخيل حضرتك في 2012 كانت التوابيع بتبع عملت زي في السفارات والقنصليات لأنه كان عمل يعني روعي فيه كل ما يحتاجه الشعب المسر يعني عن تركيا خمسة عشر شخصا فقط عشان لو بطلعت الأعداد أكثر من كده تعرف أن يد التزوير قد امتد طيب ابقى معي سيد عادل سأزاب سريعا إلى المملكة العربية السعودية سيد لطفي عبداللطيف الإعلامي المصري سيد لطفي كنا تحدثنا بالأمس تحدثت أنا معك بالأمس فيما يخص تصويت المصريين في المملكة العربية السعودية هل من جديد غير الأمس فيما يخص الإقبال سيد لطفي يعني أعتقد كما قال جميلي بن أنقرة هو محدث في المملكة العربية السعودية أن المصريين في المملكة العربية السعودية يشكلون أكبر تجمع من مصريين تلك السعودية باتهم واحدة تماما من عسر مليون كان في دستور ألفين وتمع يعني تم عمل لينة من جالية المصرية في المملكة العربية السعودية في دول خريج لجمع مسترحات المصريين في الخارج حول الدستور فالناس تفاعلوا مع هذا الأمر وتم أعداد أكثر من ملف خاقب المصريين ومناء على الإفتراحات التي تقدم بها المصريون في الخارج تم عمل مادة الأول مرة في الدستور المصري على حقوق المصري في الخارج وهذه نقطة مهمة جدا من حسب حتى نعرف لماذا فاقع المصريون في المملكة العربية السعودية أو في الخارج هذه الوثيقة المسؤومة لأنه لم يوخد رأيهم ولن يتفاعلوا مع هذه المقترحات ولم يستشاروا ولم ينشاروا وسأنهم رجائنا إلى ما قبل ثور 25 يناير أنهم يعني لا أهمت لهم ولا أهمت لهم إلى سوى التحويل إلى وهذا شرف ندعي يشرف نطول به كمواطئين وصيين كرافاء يكثون بيدعم هذه نقطة مهمة النقطة النهل من هذه أنه بعد أن أعمل السحال لدعم الشرعية أو دفاعا الشرعية أنه فيقاطع الاستفتاع على هذه الوثيقة المسؤومة أنه تم فتح باك التجديد للمصريين بالكامل خلال هذه الفترة وزيدة تم في المملكة العربية السعودية فقط تجديد 50 ألف فسنا المستهدف أن يطوّد 50 ألف على هذه الوثيقة من داخل المملكة وهذا لم يحدث أو رأينا تبقى للبيانات الرسمية الصدرة من استفارة المصرية بالرياض أن عدد من صوته حتى أمس على هذه الوثيقة كان 11 ألف استفارة المصرية من العدد الإجمالي من لهم حق التصليق 188 ألف سنوارية أما إذا ذهبنا إلى الكوليسورية في جدة فنجد الذين صوتوا على هذه الوثيقة حتى أمس 9000 أو 9000 حاجة بسيطة من العدد الإجمالي 124 ألف وهذا يعني أن على مستوى الرياض فقط سيد لطفي نعم على مستوى الرياض أباطر ألف على مستوى دائرة جدة لأن الجالية المصرية لديها دائرتين فقط الدائرة الأولى دائرة استفارة المصرية في الرياض الدائرة السنية دائرة الفنسولية في جدة يعني الرياض 11 ألف عفو أنا سأعيد معك الرياض 11 ألف وجدة 9000 ده من إجمالي 231 ألف عدد المصريين المسجلين في السعودية أيوة أيوة نعم ده إجمالي لعدد المصريين المسجلين في السعودية اللي هو 312 ألف فتجد الامتلاب دعني أشير إلى نصة وحضرتك عربتك في الجزيرة التوابير التي كانت في السفاء 2012 كانت طويل ينخلي الأثر من 2 سنو كان جئلا يعني نأخذ يعني استثلة لكثير المصري محمود أوه أيامها أخذ 9 مل السفاء السعودية على 3 كان فيه تأثير في خروج المصريين عندما كان يغلب تلباب وكان ثلاث السفاء المصريين ومتاح اليوم التطبيق المرام كان يوم من التلباب الساعة 9 من النظام هذه الظاهرة لم يشاهد توابير لم يشاهد حاج لم يشاهد بلش هلنا على العدد تماما من مقاطرة بلش هلنا إن 30 ألف طول اللي هم أرث أنه يسجلوه بعد يعني إعلام السحال فأنه سيرفض هذه الوسيطة لم يظهر منهم واليوم حتى هذه اللحظة من جهب اليوم حتى الآن 500 طول طبط نعم شكرا جزيلا السيد لطفي عبداللطيف إعلامي مصري مقيم في المملكة العربية السعودية للحقيقة الرجل أبلغنا معلومات مهمة من ذهب للتصويت في الرياض 11 ألف مصري وفي جدة 9000 من إجمال 231 أو أعتقد 300 عفوا تحديدا 312 ألف مصري مسجلين في المملكة العربية السعودية يعني نحن بنتكلم عن حوالي 7% فقط فيما يخص السعودية طيب نذهب سريعا إلى ألمانيا ومعي من هناك الدكتور علي العواضي المنصق الإعلامي لإتلاف المصريين حول العالم لدعم الديمقراطية فيما يخص أوروبا دكتور علي كيف كان الوضع في إقبال المصريين على التصويت على وثيقة لجنة الخمسين كيف رصدتها يعني بشكل عام السلام عليكم عليكم السلام ما يحدث في أوروبا هنا لم يختلف كثيرا عما ذكر أوروبا عبدالعطيس المتحدث القضي العداد المتوقعة كانت في أوروبا كما شعرت نحن نزيع صور مباشرة دكتور علي نحن نزيع صور مباشرة مباشرة من أمام السفارة المصرية في برلين لرافضي الانقلاب العسكري ورافضي الدستور 2014 عموما فضل يا دكتور جميل جدا وهذه الطوابير التي نزلت يعني هم يتحججوا أن عداد المشاركين في الخارج كانت ضعيفة لأن لجنة العلل الخباس أفرت أن يكون الاسساء ببريد وأن الناس لجولة الجوة لبعد المتفات لن يستطيع أن يأتوا وهذا ما ترعه الآن بعينك أكبر دليل هناك أن الناس أزأته إلى برلين من أكثر من مكان من ألمانيا فيها في الجوة القارس التي تشعر به أو تراه في أيدي وبين الناس وبينهم مع ذلك وقفوا وراغوا أن يعلموا برأيهم الرافض لهذه الاخرحية الهذنية التي رجل لها لجنة العثالة الأعداد نعم تفضل تحدث عن الأعداد تفضل يا دكتور الأعداد يعني برلين عدد الذين خوطوا عددنا وقفناهم إلى الآن تخرى الاستفارة خلال خمفة أيام وإلى الساعة أو إلى الزفاء لن يتعدى لخمسة وتسعين داخل للتسكارة يعني داخل ممكن يكون لخباء بعض الأمور أو 95 فقط على مستوى ألمانيا يعني هل ألمانيا بيها أكتر من مكان للتسويت لا ليس بيها إلا مكان واحد هذه المرة لا في برلين في برلين طيب أنا بس أذكرك برقم وأذكر السادة المشاهدين مع حضرتك إن عدد من لهم حق التسويت من المصريين في ألمانيا ثلاثة ألاف وثلاثمائة وخمسة وسبعين مصرية تحديدا حضرتك بتقول منهم من الثلاثة ألاف دول راحوا 95 واحد 95 واحد بالكاد يعني تمام مقرنتا بالعام الماضي في الموضوع 2012 كان عدد المصوطين أساق 1630 مصوط يعطيك هذا فرط لأدد الواحد اللي راح يروح المصوطين مقرنتا بالعام الماضي سيد دكتور علي العواضي أشكرك شكرا جزيلا كنت معي من ألمانيا المنصق الإعلامي لإتلاف المصريين حول العالم لدعم الديمقراطية تأخرت عليك كثيرا أساس أحمد عفوان فقط كنا نحاول أن نجمع بعض الأرقام ونضع المشاهد في الصورة وضعنا المشاهد في الصورة وأعتقد حضرتك معنا في هذه الصورة تعليقك على الأرقام التي سمعناها وخصوصا مثلا المملكة العربية السعودية فيها 312 ألف مصري كل اللي راحوا حتى الآن حوالي 20 ألف مصري بنسبة حوالي 7% 7% شوف يعني هي دي النسبة الطبيعية للمؤيدين للانقلاب يعني دي نسبتهم الحقيقية ربما في الخارج أنا مش عايز أقول أو أخذ الخارج على أساس أنه مؤشر على الداخل ربما حجم الدعاية الإعلامية المبزولة منذ فترة طويلة على عقول المصريين صحيح يعني ما تخلناش نقول لأنه الآخرون المصريون الآخرون اللي بيعيشوا على الأقل في العالم الغربي في النظم الديمقراطية والنظم اللي بيسود فيها الديمقراطية ما هم ما هماش يعني عندما نجد وزير الدفاع يتحدث عن دفع المصريين للتصويت بنعم شيخ الأزهر البابا تودرس الثاني بابا الإسكندرية عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال وكل وسائل الإعلام نفس الموز عصابة الانقلاب هم عصابة الانقلاب اللي كانت يوم 3-7 اللي عملوا الانقلاب ده يوم 3-7 هم الآن هم الآن اللي زينا يحدثون أنا عن الاستفتاء في الدستور أنا عايز أقول أنه ما فيش دستور دون توافق وطني ودي مش كلمة دي الكلمة اللي قالتها جبهة الإنقاذ والشعار اللي رفعته جبهة الإنقاذ لكي تحارب به دستور 2012 الآن لا توافق وطني على هذه الوصيقة التي يريدون أن يترحوا هذه الوصيقة المشؤومة تمام وبالتالي هو باعترف هيكل محمد حسنيني هيكل قال أنها مش هتستمر لا يمكن تستمر هو يعلم أنه الانقلاب أصلا مش هستمر فالقرار الأصوب الآن هو مقاطعة هذه الوصيقة لذلك إذا كان هناك من يدعو للخروج ونعم تعني النعم والكثير من النعم وغير من على حد التعبير البابا توادروس فإننا ندعو يعني الجاليات المصرية في الخارج عليها أن تنزل بمظاهرات كبيرة يوم 14 و15 أمام السفارة المصرية السفارات المصرية في العواصم الغربية لنقارن بين الذين يرفضون الذين يقاطعون هذه الوصيقة المشؤومة وما يتم إسارته لكي تكون أمام الرأي العام الدولي المقاربة واضحة نريد يوم 14 و15 أن تكون هناك مظاهرات قوية جدا من المصريين في الخارج أمام السفارات المصرية الموجودة في الخارج وحتى يتأكد الرأي العام الدولي أنه لا يوجد توافق على هذه الوصيقة وأنه حتى لو مرروا هذه الوصيقة هم متصورين الانقلابيين دول عصابة الانقلاب أنه لو مرروا الوصيقة ومرروا الاستفتاء أن الثورة ستنتهي لا يمكن تنتهي الثورة دي طالما العسكر هم الذين يحكمون لسه لما خرجوا لما بيتكلموا دلوقتي عن أنه الجيش هيرشح القائد وهيرشح زعيم الانقلاب والمسائل اللي زي دي لم يحسم الأمر بعد داخل صفوف الجيش المجلس العسكري لم يوافق بعد ولسه ما نراه في مصر دائما وما يراه المصريون بالذات اللي موجودين في الداخل مثل قمة جبل الجليد العائم تحت السطح دائما أكبر بكتير جدا مما يظهر فوق السطح علشان كده الحرب الادعائية والإعلامية موقفهم إزاي هذا الاستفتاء بالعكس فيه تقديري هي بتعكس مدى هشاشة موقفهم في هذا الاستفتاء لو كانوا متأكدين من أنه مخندقهم ومعسكرهم هو الأقوى ما كانوش خرجوا بابا توادرس عشان يتكلم ما كانوش خرجوا شيخ الأزهر شيخ الأزهر طلع يتكلم دلوقتي ما تكلمش ليه على ولاده اللي كانوا اللي بيزبحوا بده من بارد ويقتلوا داخل الحرم هو طلع بس عشان يقول للاستفتاء ويقعد صورة كده جنب آخر يتكلم هو يقعد جنبه والله هذا الرجل أهنى تاريخه وأهنى عائلته وأسرته نعم يعني عودة إليك سيد عادل وعفوا لأننا تركناك منذ فترة على الهاتف خروج الفريق عبد الفتاح السيسي لمنشدة المصريين لأنزول بكثافة والتصويت على الدستور بنعم كذلك شيخ الأزهر البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية طبعا بجانب وسائل الإعلام وإلى آخر وحزب النور هل ذلك بالفعل سيؤتي ثماره يوم الرابع عشر والخامس عشر أثناء التصويت على الدستور وبالتالي يعطي مشروعية لسلطة الانقلاب أو الانقلاب العسكري في مصر سيد عادل أستاذ الكريم أستاذ المشاهدين كان بمصر من المضحكات لكنه ضحك كالبكاء خريطة الطريق اللي بشروا الشعب المصري بيها إحنا كنا الأول بنقول لهم الاحتكام إلى الصناديق هي الوسيلة الديمقراطية اللي بتفصل بين الناس كان يقولوا لا الصناديق مش هي الفيصل ده الديمقراطية حاجة كبيرة أوي اليوم هو يقولوا لا الاحتكام إلى الصناديق من خريطة الطريق عشان يطفي الشرعية وكان بيقول أنتم تستخدموا الدين في السياسة فماذا يفعل هو الآن شيء الأظهر ومجمع البحوث والنوضة الكنيسة والكل يفتي بنعم لهذا الدستور ويواشرون بالنعم وبالجنة الموعودة للأيون نعم لهذا الدستور كانوا يقولوا إن مرسي ومن معه يدشنون حملة نعم للدستور هم الآن لا يستطيع أحد أن يتفاوض بكلمة واحدة ولا أن يقول لا لهذا الدستور وإلا تحل اليوم خالطة في الطريق اللي أنا فيها اللي أحك بنودها موضوع الدستور العديد يطفو الشرعية على هذا الحكم لمتلاب الفاشي الفاشل لما كانوا نصاق الشرف الإعلامي لا يستطيع أن يتحدث أحد معاهد أبدا اليوم ضد هذه الوثيقة والعجيب يا أستاذ أحمد حضرتك مثال التفويل ليست جديدة في مصر يعني فرعون قال ذروني أي فوضوني أخذوا لون فوالياته ربا السيسي الأول إصنعوا الشارع فوضوني ودوني أمر عشان أحارب العنف والإرهاب المجتمل دلوقتي بقول لهم أنا مش أترشح إنتو نور عناية لما تنزلوا الشارع وتفوضوني عشان أترشح وأنا بقول لها حضرتك هتطلع حملة بعد كده نريده نريده السيسي رئيسا بلا سيئة يعني موجودة مثل هذه الحمليات موجودة بالفعل ها مجموز جنيلك وآخر هاي سيدي بس هو الفترة اللي فاتت اختفى السيسي عشان تخرج الشائعات وشغل المكافرات ثم يخرج المخلص من بعد ذلك يأتي المخلص عشان النص تفرح به اللي هيجي خلصهم من شرور الإخوان وذين الإخوان والإسلاميين والجنة الموعودة في مصر قصر الآن تروا بالدماء سؤالي سيد عادل إلى أي مدى إلى أي مدى يعطى شرعية للسلطة الانخلاف في مصر من خلال التصويت بنعم على وثيقة لجنة الخامسين وبعد ذلك يعني الانتخابات سواء الرئاسية والبرلمانية هل بذلك بالفعل يأخذون شرعية يستطيعون بها حكم البلاد لفترات طويلة السيد أحمد حضرتك نروني على باطل فهو باطل الأوراق لا تعطي شرعية لأحد فإذا كان الدستور اللي صفتي عليه من الشعب المصري من لجنة منتخبة من مجلسين منتخبين من عموم الشعب المصري لم يحمل رئيس من انقلاب الانقلابيين عليه فهل تحمي هذه الأوراقات المشؤومة أو تدعمهم في تدشين الشرعية تهم على الأرض مستحيل تعرضت يعني أنا أتصور هم هيكملهم يعني موضوع الدستور والاستفتاع يطلعوا بنون الأمن المركزي في البس ملكي وأعمال المصانع الحربية وبعض المخدوعين وبعض المراسل السياسين وهيحملوا حملات إعلامية وشوء إعلامي قدام بعض الجام وطبعا دلوقتي يحب التسوط برقب القوم في أي مكان وينتقل البلطجية من لجنة إلى لجنة ومن مدينة إلى مدينة ويزيقها ويصر محدش عارف حاجة بالآخر عشان يطلع شوء إعلامي ومنظر ويدو وثيقة تحاول أن تطف الشرعية على وجودهم لكن أنا عايز أقول وجودهم كيف بدأ بدأ بانقلاب عسكري لا يعني لا يختلف عليه اثناء طيب يعني للحقيقة لضيق وقتي عفوا للمقاطعة انتهى وقتي شكرا جزيلا السيد عادل راشد عضو مجلس الشعب السابق يعني يتبقى 30 ثانية في التعليق على المشهد بأكمله سيد أحمد أنا يعني مش عايز الناس أبدا تقلق أنا عايزهم يلاحظوا الخطاب الإعلامي اللي ليهم الأول في بداية الانقلاب كانوا بيقولوا اكتساس الإخوان دلوقتي بقوا يعني بعد كده تنزلوا شوية ليه محاصرة الإخوان دلوقتي بيتكلموا على إحباط مخططات الإخوان ده اسمه يعني تراجع في موقفهم الواقع اللي كانوا حابين يفرضوه تم تسيله الصمود الآن هو الذي يكسر مخططاتهم حتى وإن مرروا الانتخابات حتى وإن عملوا زاوية فلنكمل ومكملين إن شاء الله حتى يسقط هذا الانقلاب الدموي الفاشي نعم أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد حسن الشرقوي مؤسس حركة صحفيون ضد الانقلاب مشاهدين قبل أن أختم معكم وذكركم ببعض الأرقام في المملكة العربية السعودية أكبر كتلة تصويتية للمصريين في الخارج بواقع 312 ألف صوت كل من ذهب للتصويت على وثيقة لجنة 50 ما يقرب من 20 ألف مصري يعني ما يقرب من 7% فقط في تركيا رحى مستاشر فرد حتى ما قال لنا السيد عبد الراشد في ألمانيا 95 فرد عموما اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الإسفتاء قالت أن كل من ذهب حتى نهاية اليوم الرابع من الأمس كانوا حال 64 ألف مصري من إجمال 681 ألف مصري مقيادين في الخارج يعني بنسبة حالي 9% فقط لا غير على نهاية اليوم أو غدا سنعطيكم أرقام نهائية وإجمالية على من ذهب للتصويت على وثيقة لجنة الخمسين في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر